من كنوز أدعية القرآن دعوة سيدنا إبراهيم اللي ربنا حفظها لنا في خواتيم سورة إبراهيم قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الحقيقة أن الدعوة دي أنا بوجهها طبعا للشباب اللي لسه ما تجوزش وبوجهها لرب البيت الأب والأم أول حاجة في الدعوة أو أول كلمة ربي جعلني مقيم الصلاة إقامة الصلاة ليها ركنين أولا الإقامة يعني التجويد والإحسان إحنا لم نؤمر بالصلاة إحنا أمرنا بإقامة الصلاة لأن اللقاء مع الله سبحانه وتعالى يحتك تقديس واحترام من العبد فكر زمان لما الملائكة قالت لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك واحد ونقدس لك نسبح بحمدك يعني ننفي عنك أي نقص سبحان الله يعني الله ليس في أفعاله ولا صفاته أي نقص نقدس لك يعني إيه؟ يعني نطهر أنفسنا حتى نصلح أن إحنا نعبودك يا رب زي بالظبط ما تكون رايح اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة فتودي البدل الأول الدراي كلين وتلمع الجزمة بتاعتك وتلبس الكربطة وتقفز زرار اللي فوق ده ويبقى شكلك بتلمع من رأس من ساسك لراسك زي ما بيقول لأنك رايح تقابل إنسان عظيم وصورتك قدامه مهمة فبيقول سيدنا إبراهيم رب جعلني مقيم الصلاة إقامة الصلاة الركن الأول فيها الوقت إن أنا آجي في أول الوقت والركن التاني محاولة الحضور اللي سمي في الشريعة الخشوع أبقى حاضر كده على قد ما أقدر مع الله لكن سيدنا إبراهيم بيطلب الإذن من صاحب الإذن ما هو سيدنا رسول الله علمنا أن الله لا يطاع إلا بإذنه ودي حقيقة تقولوا رب الدين الإذن أن أكون بين يديك طائعا وكان النبي يقعد على طرف السرير كده كل يوم الصبح أول ما يصحى من النوم الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وكأنه بيقول يا رب شكرا على يوم جديد وإذن جديد أن أنا صاحب للنوم على طول فاكرك فاطلب من صاحب الإذن الإذن في العبادة رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي قبل ما روح للذرياتي عايز أقولك على حاجة حديث قدسي في مسألة إقامة الصلاة قال سبحانه وتعالى كما روى الإمام الترمذي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك بالغنى وأسد فقرك وإن لم تتفرغ لعبادتي ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك في معنى مهم هنا قوي تفرغ لعبادتي مش سيب الشغل تفرغ لعبادتي إن وقت العبادة لما الأذان يأذن لما يكون فيه وقت عبادة تفرغ لعبادتي خلي دايما في أوقات يومك وقت للصلاة الظهر والعصر والمغرب والعيشة والفجر تفرغ الحتة دي فرغها لعبادتي خلي في يومك وقت الأذكارك الصباح والمساء خلي في يومك وقت إنك أنت تعرف تقرأ ولو صفحتين قرآن فرغ حتة في يومك رتب أولوياتك يحصل إيه؟ ربنا يملأ قلبك بالغنى إحساس الاكتفاء الغنى مش بكتر الفلوس اللي معاك يما ناس أغنية لكن فقره بنعنيه مش شايف النعمة أملأ صدرك بالغنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا انت فعلا مشغول لكن مش حاسس بالاكتفاء والسر ظلمانية الروح اللي مش موصولة بربنا فاطلب من ربنا تبقى مقيم الصلاة الصلاة مع الله ومن ذرياتي عايز أفكر نفسي كرب أسرة وفكر أهل بيتي وفكر كل اتنين متجوزين زي ما بنبذل مجهود في تعليم ولدنا في أحسن مدارس ولبس ولدنا والأجهزة اللي في إيد ولدنا احنا محتاجين بيوتنا يبقى فيها صلاة والأب والأم اللي مش بيصلوا قدام ولدهم بيطلع ولدهم عندهم اهتزاز في أولويات علاقتهم بربنا من بابا وماما اللي هو رمز الصح فعقل الولاد ما كنش بيصلوا أصلا عشان كده صلى الله عليه وسلم يقول مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت البيت اللي ما فيهوش أب وأم بيصلوا بيبقى فيه شيء كده من ظلمانية الروح وعدم الوصل بربنا سبحانه وتعالى وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصلي ويعدي على بيت السيدة فاطمة وسيدنا عليه ويذكرهم وينادي الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا يقول لهم كده وكان سيدنا عمر بن الخطاب يخلص صلاة قيام الليل ويصحي أهل بيته للفجر وهو بيقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يصحيهم بالراحة كده وبمودة وبمحبة فما تنساش أيها الأب والأم إن كنتوا دايما في دعوتكم وانتوا بتصلوا تدعوا إن بيتكم يبقى ممتلئ بالصلاة ولعيالكم دايما ييجي السؤال أعلم ولادي الصلاة إزاي أول حاجة الدعاء إن ربنا يشرح صدرهم لعبادة ممكن يكون في حواراتهم مع صحابهم مش شايفين لها قيمة الأجيال بتاعة ولدنا بينهم وبين صحابهم حوارات كتيرة جدا عن إيه أهمية العبادة ربنا ما احنا كويسين وأخلاقنا حلوة جزء من الكلام صح وجزء محتاج تعليم جنب الأخلاق الحلوة فيه أركان للإسلام أركان للعبادة رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أي من ذريتي من يقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء فعايز أفكر كل أب وأم إن هم يبقوا عندهم حرص على ده ومن غير خناء ومن غير زعيء عشان ما نربطش الصلاة بأي شعور سلبي بس ازعل لما ابنك ما يصليش وانت بتذكره زي ما النبي كان بيذكر كده سيدة فاطمة وسيدنا علي بالصلاة لما تذكره ما يصليش ازعل زي ما انت زعلت إنه مرحش التمرين ولا زعلت إنه جاب درجة مش حلوة وزعلك ده يتطلب منك إنك أصلا تبقى معاه إنسان لطيف ومعطاء وكريم وبينك وبينه وقت حلو عشان لما تزعل زعلتك يكون لي هائمة عشان الولاد لما يكبروا يورثوا تقديس الصلاة للجيل اللي بعده والجيل اللي بعده ونقابل ربنا كلنا سبحانه وتعالى وإحنا مقيمين الصلاة إحنا وذريتنا دعوة النهاردة رب جعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء شكراً للمشاهدة